السلام عليكم قبل تصحيح التمارين لا بد من مراجعة درس الوفيات لاحظت بأن درس الوفيات لا بد من مراجعتي مع العلم أن كان شرحه على البث المباشر غير أن لم نستطع رفعه لأسباب تقنية لم نستطع رفع التسجيل على أين نرجع إلى درس الوفيات فما يخص درس الوفيات كما سبق وذكرنا أنه أحد العناصر المهمة في النمو السكاني وفي حجم السكان وهو يؤثر سلبا في معدل النمو كما أنها تؤثر وتتأثر بالتراكب السكانية المختلفة فمقصود بالتراكب السكانية المختلفة هي مرتبطة هناك عدة أنواع لكن سنتحدث عن نوع التركيب النوعي وهو دراسة السكان حسب نوعهم فالتركيب النوعي المقصود به هو نوع الشخص فهو إما رجل أو مرأة فالرجال والنساء نلاحظ أن نسبة الوفيات ترتفع في صفوف الرجال أكثر من النساء وهناك أسباب متعددة فنلاحظ أن هذه المسألة الوفيات عندما نقول أنها هي علاقة تأثير وتأثر فهذا راجع إلى أن الوفيات تكون في صفوف الرجال لأن الرجال يشتغلون أعمال سعبة وغير ذلك أما النساء في الأعمال غير الشاقة يعني مثلا المناجم والصيد والمغامرات وغير ذلك فهنا نلاحظ أن هذه المسألة مرتبطة أيضا بعلاقة تأثير وتأثر مسألة مسألة الثانية هي مرتبطة بالتركيب العمر أي الفئات العمرية طفولة، شباب، شيخوخة شباب شيخوخة فنلاحظ أن نسبة الوفيات ترتفع في صفوف الأطفال وفي صفوف الشيخوخة فنلاحظ هذه يعني هنا مسألة الوفيات عندما نقول أنها علاقة تأثير وتأثر بالتركيبة السكانية وخاصة بالعمر ففي هذه المرحلة تكون حساسة في صحة الإنسان وغير ذلك يعني هنا كلما كانت عدد الوفيات كثيرة كلما أثرت في مسألة يعني في القاعدة في قاعدة الهرم السكان وكلما يعني أيضا كانت منخفضة قد تؤثر أيضا في ارتفاع فهي علاقة تأثير وتأثر هكذا يعني فيما يخص تركيبة السكان وخاصة تركيب العمر الوفاة يمكن أن نراها من منظور أذبي أو من منظور فلسفية وغير ذلك لكن هي في معناها الديمغرافي هو انسحاب عضوية المتوفى من المجتمع وهي ثاني العمليات الحيوية كما قلنا أن هناك عنصر الولادة والوفيات هما يعتبر حيويين والديناميين طبيعيا وتعتبر ظاهرة بيولوجية حضارية بفعل الأسباب التي تقود إليها من أمراض وحاولة قياس الوفيات نميز بين نسب مختلفة أو بين قياسات مختلفة للوفيات هناك نسب وفيات عامة تهم جميع الفئة العمرية لا ترتبط بعمر معين ممكن أن ترتبط بجنس بغير ذلك يعني وفيات عامة فعندما نقول عامة فهي عامة يعني لا تقتصر بفئة عمرية أو بجنس أو بالوظيفة أو غير فوفيات عامة لأنها تهم جميع الفئات كما أن هناك نسب وفيات متباينة وسنرى ما معنى وفيات متباينة فما يخص الوفيات العامة نقوم بقياسها على شكل تالي نسبة الوفيات العامة تساوي عدد الوفيات في السنة أقول في السنة على متوسط عدد السكان في نفس السنة في الألف على متوسط عدد السكان في الألف هذه قاعدة مهمة وأساسية التركيز في السنة إذا لم تكن هناك يعني نفس السنة فهذا يعني أننا نتحدث عن شيء آخر نسبة الوفيات حسب الفئات العمرية كما سبق وذكرنا أن الوفيات العامة لا تفرق بين مختلف فئات أعمار السكان ليس فقط أعمار السكان إنما حسب الجنس وغير ذلك لكن فيما يخص الأعمار السكان فهي لا تفرق بينهما لهذا أن نضطر إلى حساب نسبة الوفيات حسب الفئات العمرية فنحدد عدد الوفيات في الفئة العمرية معينة على متوسط عدد السكان في نفس الفئة العمرية عندما نقول في نفس الفئة العمرية بمعنى نحدد الفئة العمرية التي نريد أن نحددها على متوسط سكان في نفس الفئة العمرية في الألف يظهر هذا توزيع الوفيات حسب الفئة العمرية اختلافا من عمر لآخر فكما هو معروف تكون الوفيات المرتفعة عند فئة الشيوخ والأطفال في سنتهم الأولى خاصة أما عند شباب فتبقى ضعيفة تذكروا أن عدد الوفيات يعني عدد الوفيات في فئة عمرية معينة على متوسط سكان في نفس الفئة العمرية وفية الردع هو يعتبر مؤشر يعبر عن درجة تخلف أو تقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقافي لبالد ما تحيل معرفة نسبة وفية الأطفال في سنتهم الأولى إلى ماذا تحكم أي مشامع بخطر الموت لأن الأطفال في سنتهم الأولى يكونون أكثر عرضة للموت من غيرهم فعندما نقول وفية الردع فهنا نحدد عدد وفية الأطفال الذين تبلغوا أعمارهم أقل من سنة عندما نقول الردع أقل من سنة على عدد الموليد الأحياء خلال السنة في الألف فهنا عندما يعني ذاكر الخارج يقول عدد الحالات الوفاة لكل ألف مولود خلال سنة معينة قبل إتمامهم السنة الأولى فيما يخص أسباب الوفيات هناك مجموعة سين يعني تحديدهم على شكل مجموعة سين فالمجموعة الأولى مرتبطة بما هو طبيعي كامل يعني طبيعي لا يتدخل فيه البشر مثلا مرتبطة بما هي بيولوجيا ترجع لأسباب خلقية أو تغير سريع في التركيب الوظيف للجسم وفاية الأطفال الردع في الأيامهم الأولى من حياتهم الأورام الخبيطة أمراض القلب تشوهات الخلقية أمراض الوراثة يعني هذه لا يتدخل فيها الإنسان وهي تعتبر أسباب طبيعية يعني هي لا علاقة لها بالبشر أما ما يخص المجموعة الثانية وهي المجموعة لأسباب الاجتماعية الخارجية وهي الناتجة عن البيئة الجغرافية والظروف المناخية جراء الثلوث وجراء بعض الأمور التي نقوم بها يعني بسلوك غير ذلك مواضي الغذاء مواضي صناعية أحوال المعيشة يعني الفقر والهشاشة وغير ذلك أمراض الجهاز التنفسي وهذه كله نتجة عن بعضها بسبب التلوثات وغير ذلك يعني ممكن أن نتفادى هذه الأسباب لو لا تقصير المجتمع أو عجزه أو عجز الدولة أو غير ذلك جراء يعني أسباب يعني التهميش وغير ذلك وكما رأينا وفيات حسب الفئة العمرية سنرى وفيات متباينة أخرى مثلا مرتبطة بالمجموعات السكانية والطبقات الاجتماعية فيمكن التمييز بين نسب الوفيات بين يعني وفيات حسب الفئات الجنس عندما نقول جنس أو النوع هناك من يربطها بأمور بيولوجية لأن هناك وفيات الردع الذكور أكثر من وفيات الردع للإناث ولكن سأتحدث فقط عن أسباب الوفيات للشماعية فالنساء يعيشن أكثر من الرجال والوفيات في صفوف الرجال أكثر من النساء لأسباب متعددة منها أن الرجال يقومون بعملية يقبلون على الانتحار بشكل أكبر يقبلون على المغامرة التهور في السرعة في السرعة السياقة المخذرات وغير ذلك يعني هذا لا يعفي أنه النساء النساء أيضا يتعرضن لهذه المسائل ولكن ليس بنسبة أكبر أكبر من الرجال لأن التقاليد والعادات تجعل النساء نوعا ما في هذه المسألة يعني يتشبتن يحاول نتشبت بالحياة الأكثر من الرجال فيما يخص حسب الحالة الزواجية فالمتزوجون يعمرون أكثر من العزاب والمطلقين فالمتزوجون لماذا العزاب والمطلقين هم أكثر أحرر يحسون بأن حياتهم ملك لأنفسهم فيقبلون على بعض العمليات الانتحارية أو بعض العمليات المتهورة فهم أكثر عرضة للانتحار أكثر من النساء عفوا أكثر من المتزوجين لأن المتزوجون يقومون يعني يتشبتون بالحياة لأن لهم أطفال لأن لهم أبناء لأن لهم زوجات فهم لا يتهورون بشكل أكبر أكثر من العزاب والمطلقين نقول أيضا حسب المهن فالعمال أكثر عرضة للحوادث من الأطور لأن هذا شيء عادي لأن العمال يقومون بأعمال شاقة في المناجم وغير ذلك أكثر عرضة للحوادث أيضا حسب المكان الإقامة فالذين يعيشونها في القرى هم أكثر عرضة للوفاة من الحذريين وبالتالي هذا راجع إلى الأسباب يعني عدم حضور المستشفيات عدم يعني وجود بنية تحتية كافية لحماية القرى بخصوص التمرين كان أول سؤال ما هو الفرق بين الوفايات العامة والوفايات حسب العمر يبدو هذا سؤال سهل جدا الوفايات العامة تهم جميع الفئات سواء حسب الناو أو السين أو الحل الشمعية أو الوظيفية يعني كل الفئات بشكل عام دون تحديد النوع أو السين غير ذلك في حين الوفايات حسب العمر فياتهم فقط فئة الأعمار السكان يعني هذا سؤال سهل لا يحتاج منكم أدنى تفكير ولا تعقيد السؤال السؤال أحسب معدل الوفايات العامة لساكنة كان عددها في تاريخ يناير 2011 12.000 نسمة وفي دجنبر 2011 13.000 نسمة وكان عدد وفياتها في سنة 2010 5.000 متوفي وفي سنة 2011 6.000 متوفي طيب القاعدة ماذا تقول تقول نسبة الوفايات العامة يعني عدد الوفايات في السنة على متوسط عدد السكان في الألف عندما نقول في السنة فنحن سنحتاج إلى المعلومات المرتبطة بالسنة وهناك عندي سنتين هناك سنة 2010 ويذكر فقط عدد الوفايات في السنة وهناك دوجنبر وهناك يناير يناير 2011 ودوجنبر 2011 و2010 عدد الوفايات و2011 عدد الوفايات إذن 2010 خمسة هي معلومة مضللة فقط ولا تهمني في هذه العملية إذن المعلومات التي تهمني هي تلك التي وضحت عليها علامة فيهمني 2011-12 ألف نسمة ودوجنبر 2011-13 ألف نسمة و2011-6 ألف عندما نقول العمل ستكون متوسط عدد السكان يعني عدد السكان يناير زائد عدد السكان دوجنبر قسمة 2 بالنسبة ل متوسط متوسط عدد السكان نجد هنا 12 ألف يعني سكان يناير 12 ألف نسمة زائد 13 ألف نسمة يعني في دوجنبر 2011 تساوي إذا قمنا بالعملية تساوي 25 ألف نسمة قسمة 2 تساوي 12 ألف وخمسمة 12 ألف وخمسمة إذا بعدما قمنا بعد متوسط عدد السكان فهنا العملية صارت عندنا سهلة الكثير يخطأ أين أخطأ الكثير كثير أخطأ في عدد الوفيات في السنة فعندما نقول في السنة فنحن قمنا بعد سنة 2011 إذا سأخذ معلومة فقط تخص 2011 هنا 6 ألف 6 ألف 6 ألف على 12 ألف وخمسمة تساوي 0.48 في الألف تساوي 480 متوف إذا معدل الوفاة هو 480 حالة وفاة لكل ألف نسمة هذا هو يعني معدل الوفيات العام حساب معدل الوفيات العام بخصوص التمرين الثالث اقرأ الجدول التالي الكثير أجاب على سؤال حلل وناقش والكثير أجاب على سؤال أعطي ملاحظات وبين الأسباب هذه ليست أسئلتكم السؤال هو اقرأ الجدول المطلوب هو قراءة الجدول فقط ليس إطاء الأسباب ولا النتائج ولا غير ذلك فقط اقرأ الجدول الجدول يقول أن معدل وفاة الردع لكل ألف ولادة حية وهنا أعطينا الأردن والأردن فيمكن أنك الأهم من هذه القراءة هو معرفة كيفية قراءة الجدول ممكن أن يقول مثلا بعد المحاولات أرىها جيدة مثلا 107 حالة ولادة لكل ألف ولادة في سنة 1960 وهكذا في 1970 وهكذا في 1960 مثلا أعطيكم قراءة انخفض معدل وفاة الردع في الأردن إلى الثلث منذ عام 1990 مساجلا تقدما حقيقيا حيث انتقل من 30 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية إلى 15 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2015 حتى القراءة الأخرى يعني ممكن أنك تبدأ من فعندما نقول قراءة يعني قراءة لهذا ألمرجو منكم الانتباه إلى نوعية الأسئلة فأحيانا تجيبون على سؤال آخر ليس السؤال الذي أطرحه وأتمنى لكم رمضان مبارك سعيد للجميع إن شاء الله نتمنى أن نلتقي في مرة أخرى وأن نرى مجهوداتكم في تمرين أخرى وسنكمل باقي الدروس ترجمة نانسي قنقر